كل يوم اول مفتح بفتح الحلقة عندي ملفات كتير جدا قدامي ابدأ بايه انا اي خبر مهم باشوف مع زميل ان احنا نبدأ به بلاقي ان السيد الرئيس مش عشان لازم يكون اول خبر خبر السيد الرئيس ده مش فرض يعني ان احنا بنعمل كده في كل وسائل علام احنا حسب الاهمية لكن بلاقي السيد الرئيس النهاردة اتكلم قاعد مع رئيس البرمان العربي وقاعد مع وزير التموين ورئيس الوزراء بتكلمه على مدينة دهب ومدينة مدينة الدهب مش مدينة دهب مدينة لصناعة الدهب يعني في فرق بينها وبين دهب وبتكلم على الخبز وبتكلم على منظومة الخبز والمنظومة اللوجستية موضوع مهم جدا من اللي بيتكلم فيه رئيس الدولة رأس الدولة اكبر 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 يعني رقم واحد في الدولة الرئيس اما يجي راجع هذه الموضوعات دي موضوعات مهمة جدا 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 احنا كنا قبل كده بنشوف الرئيس بس في استقبالات وفي الحاجات الخارجية والسياسية وغيره ما شفناش قبل كده رئيس بيحط ايده مشمر رئيس الجمهورية مشمر بالبلد يعني وداخل في كل التفاصيل داخل في كل حاجة لانه احنا بنبني يعني انا ملاقي الرئيس بنفسه يوم ما بكلم مع حضراتكو على مدينة الجنود وجبناها ايه التفاصيل ايه كم التفاصيل وايه كم الرؤية ايه الرؤية الموجودة عشان يبقى عندي صناعة حققية للجنود مين رئيس الدولة النهاردة مدينة حققية للزهب قبلها مدينة حققية للأثاس قبلها مدينة لي صناعة الدواء تكلم على عاصمة الادارية الجديدة تكلم على مدينة العالمين الجديدة تكلم على المدن الجديدة تكلم على الشبكة للطرق بتكلم على الزراعة ومشروع المليون نصف الدان والزيارة للرئيس ايوم الجمعة الماضية قبل الماضية فيه على محور دبعة لما انا بجمع الامور او بجمع هذه الومضات او هذه الصور بحطها جنب بعضها بلاقي بلاقي الامر نفسه امر جلل يعني كل هذه التفاصيل وانا مش بزيح سر والله انا وزراء يعني بتكلم مع وزراء يقولك بنقعد مع سيد الرئيس في اجتماع زي اجتماع النهاردة مثلا سيد الرئيس عارف كل التفاصيل مش عايزة بالغ يعني والله واقول اكتر من الوزير اللي قاعد قدامه لانه مذاكر الملف ورئيس قبل كده قال انه اللي يتكلم في موضوع يكون قريه يكون مذاكره يعني انا بتكلم في موضوع معين لازم يكون قاري الموضوع كاملا من كل الزواياه ما عودش اتكلم كده وخلاص لذلك بنجد انه كل الدولة ماشية دولاب عمل وكأنها وكأن الدولة ماشية خط انتاج خط انتاج كل شيء خط انتاج بنفكر بندرس في اتخاذ قرار في متابعة في بعد المتابعة في حساب بعد الحساب في نتائج احنا بنشوف بنروح نشوف دايما المشروعات دي بنفتتاحها يعني احنا دورنا بنروح بس ايه بنشوف الافتتاح شكله ايه مزارع ومصانع وطرق وكباري ومشروعات كبرى ومدارس وجامعات ومدن كل ده احنا بنشوفه بس المشكلة ان احنا مش عارف هي حرب السوشيال ميديا علينا وحرب الشائعات علينا هي مضيعة زهوت هذه الانجازات واللي احنا من كتب الانجازات خلاص بقينا يعني مررنا من منطقة المنفع الحدية للمشروعات لكن بقول انه وانا بتكلم النهاردة بتكلم يعني على بشكل يعني في نوع من العفوية انه حجم المشروعات اللي بتتعامل في مصر كل يوم وحجم الموضوعات اللي الرئيس بيتابعها كل يوم وقلت الكلام ده من اربع سنين الرئيس بيتابع ملفات يوميا بشكل لا يمكن حد يتخيله كل الملفات وانت هات الملفات اللي انت بتهمك انت كمواطن في اليوم بتفتح التلفزيون بتتمي بايه كل اللي انت بتشوف التلفزيون بيهمك النهاردة من اول الامن من اول الجيش مرورا به الثقافة بالتعليم بالإعلام بالمشروعات بالصناعات بالرأي العام بالجران بالدول كل ده اهتماماتك انت كمواطن ولكن اهتمامات كل وزير في نطاقه طب رئيس الجمهورية بقى كل الامور دي لابد ان يكون مركز وقيده في كل هذه الامور لان احنا ببني دولة لما يكون عندي مؤسس النهاردة خلاص عندي مؤسسة الشرعية عندي مجلس النواب بكامل هيئته عندي مجلس الشيوخ بكامل هيئته عندي المؤسسة القضائية عندي كذا كذا دي مؤسسة الدولة الادارة التنفيذية للدولة بكل الوزراء عندي كل الوزراء بكل المحافظين بكل المشروعات اليومية مين هيتابع هذا الكلام لابد ان يكون فيه متابعة دقيقة لانه الفرق لو كان فيه عنوان لهذه المرحلة هو عنوان غير الشفافية وغير المصرحة والمكاشفة للناس فهو المتابعة الرئيس النهاردة بيدشن فكر اداري جديد هو المتابعة الدقيقة لكل تفاصيل الحياة في مصر هو سر النجاح ليه احنا بننجز المشروعات وبننتج المشروعات وبنحقق انجاز المشروعات في اوقات قياسية زي الرئيس مقال لانه فيه متابعة دقيقة متابعة دقيقة على كل المستويات وانا يعني ازعم انه كل الوزراء اللي اتكلمت معاهم تقريبا كل وزراء الحكومة كل واحد منهم بيلتقي بسيد الرئيس في اجتماع اللي احنا بنشوفه وبنتكلم عليه في كم دقيقة الاجتماع ده بيكون فيه ترتيب للاجتماع بيكون فيه متابعة دقيقة بالارقام بالمعلومات الدقيقة عن هذا القطاع كلم على قطاع القمح بنجيب قد ايه امح من بر بنستهلك قد ايه على مستوى الجمهور بنجيب جزء من بر وبنزرع جزء تمر قم من بر وبندفع الفلاح قد ايه الفلوس بتاعت الامح موجودة عندي في المغزن قد ايه كل ده الرئيس بيراجعوا كل ده بيتابعوا موك الرئيس بالتليفون معلش يعني بتكلم برضو الامح عندنا تمام اه عندنا تمام مغزون تمام مية في المية الرئيس مش مدرسته المتابعة عن بعد مدرسة الرئيس الادارية انه متابعة عن قرب و المعايشة لحظة بلحظة زي ما اقول موضوع الامح بسهولة جدا احنا بناخد خبر انه علم صلح بيقول الوزير علم صلح بيقول انه الامح بيكفى مصر تسعة شهور مثلا يعني الرئيس لا مهندوش كلام ده بنقعد بيجيب الناس المختصة اول حاجة مصر بتستالك كام مليون طن امح فيه سنة تسعة مليون طن مثلا يعني بنجيب من بره كام ستة مليون طن ولا خمسة مليون طن بنجيب من الداخل كام اربعة مليون طن او خمسة مليون طن طيب الفلوس اللي هتجيب بقى الامح من بره بتعاقدين مع مين مع كذا ومع كذا ومع كذا بكام قد كده وقد كده طيب الفترات الزمنية طيب المخازن بقى يبقى اول حاجة بتكلم على الفلوس اللي هتجيب بقى لعبهم من بره موجودة كعملة صعبة ولا لا ده اهم حاجة عند الناس اه موجودة طيب طبعا نتابع مع البنك المركزي الفلوس ومع وزير المالية فلوس بعد كده بيجيب الوزير الامح واصل من بره هحطه فين هحطه في صوامع صوامع موجودة ولا لا جهزة ولا لا مجهزة ولا لا طب بعد من الصوامع المطاحن فين المطاحن فين المخابل لغاية ما اوصل في الاخر للرغيف دي المتابعة الدقيقة يا جماعة لكل نقطة لما يقعد مع وزير الوقاف برضو نفس القصة عندي القصة عندي القضاء بتاحت ايه الوقاف دي محاكتين الدعاء والناس اللي موجودين على المنابر والمساجد وعندي هاية لوقاف الوقف في المصر موجود ادق ادق التفاصيل في الزراعة نفس الكلام فانا بقول انه وانا مش بقول الكلام ده عشان خاطر اقولك والله ده حاجة عظيمة جدا لا مش اصدي كده اصدي الثقافة الثقافة اللي الرئيس وضعها او ثقافة المتابعة في كل شغلنا اي امر مش هتتابعه هيبوز اي امر هتاخده بالسمع هيبوز لازم تشمر وتنزل بنفسك تشوف هو الرئيس اهو قدامنا اهو ايه اللي بيحصل بينزل بنفسه وبيتابع الشغل تبعه عنده تقارير عنده تقارير من اكتب من جهة بالمناسبة لكنه لا يكتفي بالتقارير التي تصل اليه وانما بينزل الى مواقع العمل مواقع الانتاج بيشوف الناس مش بشكل كمان بشكل كمان مفاجئ ليقف على حقيقة الامر وده المفروض هذا الفكر وهذا العمل ينتقل الينا وننقله في كل امور حياتنا لنتابع والمتابعة هي سر النجاح ترجمة نانسي قنقر